بيبدأ الفيلم مع بيلا عرضت الأزياء الجميلة وهي بتكلم صاحبتها في الموبايل وما شف الشارع قبلها بنات صغيرين طلبوا يتصوروا معها لأنها مشهورة وعندها متابعين كتير وهي بتعدي شارع الليهم ما تنسوش تعملوا لي منشن في الصورة حب عربية طيرة حيرة بتيجي تخلص عليها وتديها المنشن الأهم والأسرع في حياتها بعد كده بنشوف زوي وهي بتقلب في الأكاونت بتاع بيلا زوي دي انضمت لفريق الموديلز ما كان بيلا وهي لسه مبتدئة ما طلعتش شغلة بلكده نادية الأخلاق والمكارم جت رحبت بيها لتلعها تشيل أو تكيدا كل اللي هنا أخواتك يا بيبي زوي قالت لها أنا بس كنت بتمنى لو جيت للشيلة بتاعتك في ظروف عسل من دي نادية لتلعها نخلص التصوير ونطلع على البيت نروى أعصابنا متعليش أنا كمان محتاجة أفرفش عشان لسه مفركشها من علاقة حب مرهقة أخذت لها شعرين ثلاثة كده الفوتوغرافر لما طلب من زوي تكون في مقدمة الصورة معاهم ودها فرصة من دهب زوي النحس رجلها تلوت تحت منها وراحت كتفت رجلها في المستشفى وراجعت على البيت ملتش حد من البنات وفضل تدور لحد ما لقيت سرير واحد بس اللي فاضي في الدور الثاني وطبعا دي كانت مشكلة عشان رجلها المصابة لكن نادية الأخلاق والمكرم قالت لها روحي انت لسريري الأرض وأنا هطلع مكانك هنا طمينيني على رجلك فزوي قالت لها التواء من الدرجة الأولى نادية قالت لها أنا مستغربة انك ما راجعتش للبيت فزوي قالت لها هم متعقدين معا يوم بس ماعتقدش انهم عايزين يخسروا التعاقد نادية قالت لها يمكن لسه عشان يستفيدوا من الوش الحلو ده في البرتريات نادية ديتها حاجة من اياها تلبسها وتجربها وراحت مصورها بالموبايل بتاعها ويبتصورها في رقم اتصل مكان مكتوب باسم اوعى ترد نادية قالت لها خلاص المكالمة وتعالي عشان البنات يطمنوا عليكي زوي ما ردتش على المكالمة وراحت تعد مع البنات سيدني قالت لها هو انت تفضلي سبعين لبس البتاع ده في رجلك ده رجلك هتعافين كده دخلت عليهم كارلا الحتة التي نس وهي بتكلم حبيبها فيديو كول تطمنوا عليها وتبعت له السلامات الحرة جدا سيدني سألت زوي عن الاستجرام بتاعها فتراودي قالت لها حسابك في عشر الاف متابع بس زوي قالت لهم انتوا عندكم متابعين كتير اوي فسيدني قالت لها انت لازم تملطي لو حايزا متابعين زينا يا بيبي البنات كلهم كمودلز مشهير انشاغلوا فهم بويلاتهم بينما زوي لا ليها قريب ولا حبيب تكلموا قلت لها رسالة في الاظرس من واحد تتكلم معها شوية وبعت لها لينك في فيديو تتفرج عليهم ما كنتش تعرف ان ده هاكر عارف نوعية الفيديوهات اللي هي بتحبها عشان يعرفوا صده كويس نادي قالت لها مجغولة في اي نمسا فزوي قالت لها واحد ما عرفوش بعات لي لينك الفيديو ده قتلها دي اغرب حاجة شفت واحد بعاتها البنت في حاتي كلها على فكرة زوي قالت لها بالعكس ده فيديو حلوة اوي بيعلمنا طريق الصحة للتعامل مع رجالة انسى فرصة النهر لما بتزاوج مع الزاكر بتخلص عليه ويتاكله عشان ما يناكتش علي عاشتها سيدني وتراودي قالوا لها بيبي انت شكلك لسا جديدة في شغلنا دي المودلز والمشاهير اللي زي هنا ما بيردوش على الرسائل ولا يعبروا المتابعين غير بالبستات والصور بس ستيفن الاكس بتاع ناديا جه لبيت المودلز فقالت له اي انت بتعمل اي هنا قالها انت ما بتردش على الرسائلي وقلقت عليك عشان ما رجعتش للبيت النهاردة ناديا لت له احنا عايشين مع بعض اه بس احنا فركشنا على فكرة قالها انا بس جيت اطمن عليك وبعدين ايه الاصل حلوة دي انت غيرتي ستايل شعرك ولا ايه ناديا لت له انت من امتى بتلاحظ التغيير اللي بعمله في نفسي فالها انت بتتعاملي مع ستيفن جديد ملاحظ حاجة فيك ومهتم لامرك اخر 3 اربع حاجات يا دودي ناديا لت له لما ارجع البيت نبقى نتكلم انت ماينفعش تكون يا ناديا دلوقتي قالت له احنا ماينفعش نستابل ضيوف وخصوصا رجالة وبعدين انت عرفت مكاني زي اصلا فلا احنا مش هيرين مع بعض اللوكيشن يا ناديا انتن سيتي ولا ايه ناديا لت له انت لازم تمشي من هنا دلوقتي فستيفن قالها انا اسف على كل اللي فات انا عارف اني كنت حبيب سيئ جدا بس انا ضايرت خلاص ومش اخونك تاني مع اللي بشقطه من الاستجرام ناديا لت له كان فيه خلاصي حبيبي شد الراحيل وما تجيش عشان مفيش ستيفن اللاحس كده بقى شعرك شكله يعر وعامل زي السلكة مع فنة يا جربانا زوي كانت هترد على الاكاونت اللي بيكلمه فافتكرت ان الموديل عشان تبقى مشهورة لازم ما تردش على حد وهم بياخدوا الجاكوزي لعبوا لها بتتروث اردير وسألوا كارلا انتو خونتي حبيبي كم مرة قرأت لهم ايه سوال ده انا حبيبي هتقدم لي وراي بمستحيل ارد على الحاجات دي ناديا سألت زوي مين الرقم اللي انتي ما بتردش عليه كل ما بيتصل بيكي سيدني قالت لها يمكن الاكس بتاعها فزوي قالت لهم لا ده بعبع انا وهو ما بنتكلمش من زمان تراودي سألت لي وانا ادي قالت له زوي مش لازم تجاوبي لو مش عايزة زوي قالت لهم بعبع مدمن وكل مرة بيرجع للبيت سكران بيتخانه مع معمى ويدربها انا كل ما بيتخانه وبجري واحبس نفسي بيدعنهم عشان اتخيل اني عايش في اسرها عادية وانا عندي خمستاشر سنة ضربة كسر مناخرها لكن لما لسعف قدت امي اتلهم انها وعدت على السلم انا ما كنتش عايزة يحصل لبابع حاجة فانا كمان قلت انها وعدت على السلم امي غيرت رؤيها وقالت له الشرطة اللي حصل فابضوا عليه وانا وهي هربنا ومن وقتها لحد النهاردة اللي شفني ولا شفته مش عايزة اشوفه في حياتي تاني جوز امي احنى علي منه وبيساعدني ويحترمني جدا كالا الباد جير جابت المشروبات وقالت لهم يلا بينا ناخد صورة مع بعض زوي قلت لها انا ما باشرابش فكار اتلاعي لا يا ماما انا عايزة كي تتشائي كده وتبي اوبن زي انا نادية بعدها بشوي قلت لها الاكاونت ده بتاع الشخص الحقيقي اللي الصورة موجودة على الاكاونت اللي بيكلمك انا شك ان في حد بيحاول يضحك عليكي وانتي قدامك فترة بسيطة وتبقي معروف المجال اتعودي على الحاجات دي وما ترديش على حد فزوي قلت لها وانتي شايفة فعلا اني اكون مشورة زي كو نادية لها بما انك هنا معانا في نفس البيت باتبي زينا طبعا ويمكن كمان تكوني احسن بكتير بعد حفلة عضية عملوها في البيت جارهم جي وقال لزوي هو ممكن بس توط الصوت شوية لان انا مش عارفيني نام زوي لسه بتعتذر فسيدني طلعت وقالت له هو الشعي عايز من ننا ايه فزوي قالت لها هو ساكن هنا وبيشتكي من الصوت العالي سيدنا تلها الكلام ده صح يا رجولة انت بتشتكي من ننا فقال لها طلقت لتا ما حصل سيدني اخدت الالم من زوي كتبت له رقم على ايده فابو ريالة مش هو مبسوط لما دخلوا الجوة زوي قلت لها انت زايد تيلو رقم مش قلتي لي المودلز ما بيعبروش حد الباف بيبص على ايده ويشايك على رقم لقى سيدني كانت بالو او ماكو اللي جابتها كارلا الحتة اللي تينوس كانت طلع عليه بمش تمام فترودعت لها بالنسبة لحبيبك انظمه في الليلة دي كارلا اتلها انا محتاج المصاريف وما بخدش منه فلوس فلازم اتصرب بطريتي ترودعت لها انت شمال على فكرة فكارلا اتلها ما بخدش نصايح من تخان ما عرفش بقى ومودل ازاي نادي قالت ترودي ايه اللي حصل فترودعت لها ان نفسي مرة واحدة ما حدش يتري على شكلي نفسي في مرة لايحد يجبو شكلي زي ما نو ميفضلش علي اشهر اشير زي كارلا كارلا والي زيها دايما بيقطموا في مأديفي ويحاسسوني اني ما استحقش احلم وحق احلامي بلا بس هي الوحيدة اللي كانت بتتعامني وبتعملني كويس فنادي قلت لها انت لازم تصبري لحد ما تصلي خد جوب دافر فيش نفسك وانا هستنكي جوه عشان نتفرج على ملخص رايق عاملين وبيت التنين ترودي شفت عربية غريبة قريب من البيت باتمشيت ناحيتها وهنا هجم عليها واحد مقنع مع مسدس ست وراجل مقنعين مسكوا الارباعة قالوا لهم هاتوا التلفونات من غرد اوش احصل لكم الست شهيكت على اخر صورة نزلتها كارلا فلاحظت ان نادية مش موجودة وطلبت من الراجل يدور عليها نادية لما شافتهم استخبت جوه اوضة والسوق حظها الموبايل اللي في الاوضة قالوا اشعار لفت انتباع العصابة الراجل لما فتح دولاب الهدوم كانت نادية اللياقة استخبت في السقف لكن لما تحركت نادية على ست اللي معها تيجي تساعدوا في انهم يمسكوها نادية كانت تحط عليه لوحدها لكنها تفجت بوجود الستف والشابت لها مسائل فوليا فاندم كتفوا الخمس بنات من ايديهم ورجلهم لكن زوج كتفوها من ايديها بس عشان رجلهم اتجبسها كارلا قلت اداب عليهم فكتموا بقا عشان دي قللت الرباية ومش تمام الراجل قال لهم احنا لا هنا عشان نيزي حد فيكم ولا هناخد حد منكم معنا واحنا مشيين ستة كلهم احنا مش كايين نسرق منكم حاجة احنا هنا عشان نسرق فلوس المتابعين اللي عندكم باختصار شديد هننزل على اكاونت كل واحدة فيكم بوست بصورتها نطلب في البوست ده من متابعين هتبرع الاهل بيلا المدل اللي هتنتهت وهنحط لينك لحساب بنك تابعنا فكل الفلوس اللي هتبرعه بيها تبقى حرم علينا واول ما نجمع المليون دولار اللي احنا عايزينها هنسابكم ونمشوا ولا منشاف ولا مندري بدوا يحملوا كده ونزلوا صور كل واحدة على اكاونت بتاعها بلينك الحساب البنكي بتاعهم الاثنين بدوا يتابعوا عداد الفلوس اللي بتوصلهم من المتابعين بتاع البلاد الاثنين دول كانوا قبل بيحققوا حلامهم على قفهم وتابعين الضحايا بتاعهم الراجل قال لحبيبته اخيرا هشتري الريس وايفون ففتين برو ماكس اللي بحلم بيهم يا بيبي زوي قالت للبنات هنعمل ايد الوقت يا بنات فنادي قتلها ولا حاجة هم قالوا مش هايزونا تراودي قتلهم الرقم اللي هم عايزينه ده محتاج ايام عشان يتلم نادي قتلها مش هقدروا يعودوا للصبح هم عارفين ان هنا قاعدين هنا تابع شغلوا في حد هيجي اخدنا الصبح ستيفن الخرونج واحد من اللي لبس الحوار وتبرع بفلوس من سورة ناديا زوية قتلهم يمكن المقنع دايب اقرنا اللي سيدني حطت عليه بطريته جي انتين مننا فسيدني قالت لها مستحيل يكون هو بعد مرور ساعتين المقنع قالت لحبيبه هو في ايه تبرع بطي كده هربين الاف مش كفاية احنا لازم نعمل اي حاجة تخلي الفلوس اكتر فتحت موبايل كارلا فلاقت اللايكات والفيوهات عندها شغلة زي الفل راحت لكارلا اتلاها احنا نطلع لايف من عندك وكل ما متابعينك يدفعوا اكتر كل ما نمشي من هنا اسرع كارلا رفضت فسيدني اتلاها انا مستعدة اطلع لايف عشان نخلص من الليلة زرق دي المقنع اتلاها تمام بس اعيد شغالي دماغك وتطلع عن المسار لايف سيدني ما جابش همه فكارلا اتلهم انا هطلع لايف وعريكم الفلوس بتيجي ازاي المقنعة كانت ذكية وعرفة ان كارلا بتخطط لحاجة فما رضيتش تطلع لايف قبل ما تتأكد من نواياها وثالة حصل لان كارلا اول ما المقنعة اتلاها احنا لايف كارلا قالت للمتابعين يطلبوا الشرطة بسرعة كارلا دربتها وحالت تطلب المساعدة لكن المقنعة رد في علاها المتسرعة تسبب في نهاية حيات كارلا فورا حاببا لا احنا كده تحطينا انت يقول تيلي ما فيش خطر في اللعنة لعملو احنا لازم نهرب حالا حابتوا لتلو انت لازم تهدأ وتفكر بعقلاني اكتر احنا كده كده تحطينا ولن تنسيت الريس والايفون 15 برو ماكس اللي نفسك فيهم احنا نلحب بدولارات لعب بس انتهدأ وامشي على خطة يا ابو ادم اللا احنا معانا خمسين الف يلا نمشي من هنا بدل منوع في مصايب اكبر فلتلو ساعة واحدة كمان ونمشي من هنا بعدما هو ماشى هي كلمة حد رسائل ما كانش باين من هو حاببها اخذ قصة كارلا خبا في المغزن هم الاثنين لما لاحظوا ان في ناس كتير بتبع تطمن على كارلا عشان الريف اللي تعطى المقنعة نزلت بوست من عند كارلا تعتزل فيلم متابعين وتقولهم ان شبكة وحشة شافوا عربيت ستيفن بتعفوا قدام البيت فخبوا البنات ورا الانتري بسرعة لما ستيفن خبط الراجل قلع القناع وقال له اساعدك زي رجولة ستيفن قال له انا عايز اشوف نادية حبيبتي فقال له مفيش حد بالاسم ده هنا انت شكل غلطان في العنوان ستيفن قال له بلاش الهزار ده بقى فالرجل قال له تكل من هنا بالادب بدل ما تعامل معك بطريقة مش تمامة ستيفن حاول يتصل بنادية لكنه لقى الموبايل بتاع مغلق لما شك في الموضوع لف من ورا البيت وشاف البنات وهم ورا الانتري متكتفين الراجل قال له مش اهنا قلت لك تغور من هنا فستيفن ضربوا واخد من المسدس ثبتوا بيه دخل بالجوة قال حبيبته لو عرابتي من نادية حفرتك دماغك ارمس لحدة من ايدك بدل ما اليوم يقفل افلا مش هتعجبك خالص اياتها الغامضة المقنعة اخذ من المسدس وقال لها تفك البنات وطلب النات فك نادي حيوت الأول لكن قبل ما تحررهم خالص دخل اخو المقنعة بالتبني خلص على ستيفن وقتي والوضع اصبح مأساوي جدا تراودي اخدت المسدس وحاولت تقاوم لكنها كنت خيفة في المقنعة ادرت تاخد من المسدس بسهولة قالت له اهدى هو هنا عشان ينظف ورانا خلت القناع وقالت له احنا معانا خمسين الف دلوقتي بس لازم ننظف ورانا قبل ما نهرب وياك بعد كده تغلط في اخويا وسبني اعالج الجرح اللي في ودنك في الوقت ده اخوها المريب كان بيعلع فانا اعتقدت الوهلة انه هيتحمرش بالبنات لكن اتضح انه كان رايح ينظف عادي بس هو اللي طرقته مريبة غريبة حبة تلعت سيدني ونهد يطلبه من زوي تحاول توصل المسدس اللي هو سابه عشان يخلصه عليه زوي كانت مرهبا قتلهم انا مش عارف اتعمل بي فسيدني قالت لها بصي في اتجاهه بالمسدس ودوسي عالزيناد زوي قامت ويخيفة عشان تاخد المسدس واول ما اخدته واخد باله حطوا الاماش اللي كان بينضب بيها بقع عشان اكتمسوتها ترودي لما وعدت منها على الكرسي وعدت على ظهرها وشفت وش المقنعة الراجل حاول يهد ترودي ولها تعاوز على هدوها وكل حاجة تكون تمام حبيبته خافت لانها شفت وشها فزقت ناحية النار في محاولة منها للتخلص عليها الراجل لحق زوي من اخوه حبيبته اللي كان بيخنوها وندية استغلت النوم بيتخنوه وحاول توصل المسدس واصلت له فعلا ولما المقنعة حاولت تخضو منها بالعافية طلعت منه رصاصها رشعت في بطنها وسببت لها اصابة خطيرة جدا حبيبها قال اخوها كل ده بسبب وش اومك اللي شابها التعصى التفال ده سيدنيا لتلوم دل اكيد هيخلصوا علينا وزوي قلت لهم احنا شفنا وششهم واكيد مش هيسبونا عاشينا قلم قنعة طلب من حبيب اخته يروح ينظف معاه وسال اخته متأكدة انك تعرفي تغدي بالك من البنات قلت له ايوة خلاصوا انتو تنظيفوا تعالوا زوي قالت للبنات مش دين نهاية اللي احنا نستحقها احنا لازم ندفع نفسنا سيدنيا لتلها هي ملهية في اصابتها ومش وغدها بلها مننا خالص وزوي قلت لهم انا عندي خطة نشف البطننا كلنا ونقوم فالحبله يعون بأحرار حاولوا ينفدوا خطتها لكن اتضح ان الحبل مربوط بعناية عشان مقدرش يهربوا نديا لتلها في ولاعة في جيبي حاول يتوصل لها عشان نقطع الحبل بالنار اخو المقنعة قال لحبيبها طلق ثلاثة انا معارف ايه اللي عاجبها فعيل طري زيك قال له انت ايه مشكلتك معايا فاخوه قال له مفيش حد بيحبك وزخته خلي بالك سيبك من الهري ده ويلا عشان هتنول شرف انك تقطع الحتة التي نديها عشان نكياسها قال له انا مستحيل اعمل كده فاخوه قال له اختي كان عندها حق لم قالت ان جبانه بتخاف قال له عمره ما تلكده فاخوه قال له لو هي وثقة انك تعرف تحالي تفتكر كلمتني لي سخنوا قال له هاتي سكينه وقبل ما اقطع كارلة اخوها ضحك عليه لان دمالب قال الحوار ما بيحصل شغل في الافلام بس يا عم اكيد مش هنحول الامر دي لقطع بني البنات ندوا عليهم وسيدني قالت له انا محتاجة اروح للحمام ضروري قال لها عمليها في مكانك فالت له الاسف هي مش الخفيفة ومش هادر افسك نفسي اكتر من كده لما اخوها ارب من البنات عشان يفكهم اتفاجئ انهم فكين نفسهم بعدما ضربوه هربوا جوه البيت اللي زوي طلعت جري برا البيت اخو المقنعة طلب من حبيبها انه يروح وارد زوي ويخلص عليها قبل ما تودين فداية ضرب نار على زوي في الاخيرة وعت على الارض ترودي فائت وكويس انها كانت بعيدة عن النار لكنها كانت عايزة تنتيم من المقنعة الاخيرة في الوقت ده كانت بتحاول تخلص على نادية ترودي لفت الحبل حلين رأبتها لحد ما خلصت عليها سيدني لما حاولت تهرب من الجراش اخو المقنعة ووصلها قبل ما تخرج وخلص عليها ترودي ونادية كتفوا الزبون حبيب المقنعة وفي الوقت ده كانت زوي فائت ومفعش حاجة طرت جري تطلب المساعدة في الوقت اللي ترودي كانت بتحاول تحط على اخو المقنعة ولكن للأسف المسدس اللي كان معها كان فيه رصاصة واحدة بس وطلعت في الهواء اخو المقنعة لها هي الدنيا كده ورزعها رصاصة في نص دماغة خلص عليها كده قدرت انها تفقعينه لكن ابن صار ما خلص عليها كمان زوي رجعت تاني للبيت وحاول تنات الحنادية اخو المقنعة جي وكان عايز يخلص على زوي عشان يقفل التارجد بتاعه لكن حبيب المقنعة خلقه مكارم رماله ومسدس دفعت بيه عن نفسها وخلصت على الزبون اخو المقنعة قال لها انا اسف على كل اللي حصل انا ما كنتش حابب ان اي واحدة فيك وتتازع قلت له انت حاولت تتخلص علي برا فقال لها انا كنت بمجرد لعبة في ايديهم قال لها حبيبتي كانت معهوسة بيكم وبعدد المتابعين اللي عندكم وفرحت جدا لما بعتت لك اللينك وانت دست عليه فزوي قالت له لينك اي وانا بنكتشف ان الاكاونت اللي كان بيكلم زوي هي حبيبة الاخ ده وبعتت لها لينك عشان تحدد موقعها زوي سألته يا فين فلاحة انتهت خلاص هتليها في الطرقة لما الشرطة وصلت للمكان وابوده علي بنشوف ان حبيبته المقنعة قدرت تغرب من البيت قبل وصول الشرطة وده معناه ان حتى لسه ما انتهتش وتروح تدور على موديل زيتانيين تستغل المتابعين بتاعهم ونتهي الفيلم بان اضعافهم واقلهم شهرة هي اللي فضلت عيشها بفضل المصاعب اللي اشتفيتها في حياته قبل كده والحد ان يكون الفيديو انتهى والفيلم ده من تلخيص وكتابة كرم خير الله هتلاقي القناة بتاعته في التعليل المثابة يريد تشتركوا فيها أنا معكم سمسار الموديلز اخوكم محامل الشامي من قناتكم بيت التنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته